اخواني واخواتي حياتنا في هذه الدنيا معدودة وقصيرة مهما طالت وتمتعنا فيها فهي سريعة الانقضاء وهكذا هي حال الدنيا ودوام الحال من المحال فالدنيا لا تدوم لأحد على حال ولا تستقيم لمخلوق من الكدر ففيها خير وشر وصلاح وفساد وسرور وحزن وهكذا هي حال الدنيا لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأيام كما شاهدتها دول من سره يوم سأته أزمانه رمضان الفات كانوا معنا أصحاب كانوا معنا أهل كانوا معنا أحباب صاموا معنا النهار وقاموا معنا الليل لكن اليوم ما معنا اليوم تحت التراب قد غيبهم الموت وإحنا ربنا من علينا وأطال في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر الكريم يا الله والله يا إخوانا دي نعمة دي نعمة عظيمة لابد نقتنم هذا الشهر الكريم لأنه خلي خذ في بالك أنه ده آخر رمضان ليك تعني ما في رمضان جايه ما هو في ناس كانوا معنا السنة الفاتت كانوا معنا بيأكلوا بيشروا معنا بالنهار صاموا معنا وبالليل قاموا معنا لكن اليوم لا اليوم تحت التراب اليوم غيبهم الموت اليوم تركوا هذه الدنيا وإنت ربنا مد في عمرك ربنا أطال في عمرك حتى أدركت هذا الشهر الكريم إخوانا خلونا نقتنم هذا الشهر الكريم عشان ما نندم عشان ما نندم يوم القيامة والندم تاني ما بينفعنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاخفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون خذ في بالك أن هذا الشهر وأن هذه السنة هي آخر سنة لك في عمرك فلنتهد على اغتنام هذا الشهر الكريم أسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة